اشتركوا في القناة واحد واشن يحتمل تشكيل بعد الخاليها الرعدية خاصة على الهضة بالعودية الوسطى دهم الولايات الغواط إلى ولاية الجلفة حتى تقرب حاسب احباعين والسارة اقصر الشلالة كل هذه المناطق مالغري كدلك بعد المناطق تا ولاية البيض بينما على الجنوب الكبير عمو من الحال واشن يكون شوية مسحب واشن على السحر الوسطى يكون شوية ريح ويؤدي على تطور الرمال هدي ما أصبح خلال ظاهرة ان شاء الله خلال ظاهرة نقدر نقوله اسم تكون صافيا من الهضة بالعودية إلى سواح البحر الابيض المتوسط ومن شمر السحر الواحة إلى السحر الوسطى هنا سوا مولى بادة خاصة على ولاية الواد وورقلا توقورت حتى تقريب البسكرة بينما مع الهوغر والتصلي الحال شباب وأقصى الجنوب والتائم من الريح اللي يقدر يكون ويؤدي على تطيور الرمال خاصة على ولاية تيمي منعين صالح المنيعة وأضرار دوك نجوزو لدرجة الحرارة هنا يا الحرارة كما يقولك رهي في درجة واحدة تحت السفر إلى درجة السفر على كل مدن تعلهي دابلو يندوها من بسا حتى للجلفة مورورون بسطيف وأيضا باتنا لاربعاني ثيرات البيض البيض الشيخ مشرية عين الصفر تلمسان ربع درجات منطقة بيشار خدري كبار دلحال خمسة فقط على جانات عشرة بيتين يوف غرج بيلات وأضرار ورقان وأولف بينما العاصمة 8 درجات 7 بيوهران عشرة بعنابة وجيجل وسكيك دو وطارف 9 بي بجاية 6 فقط على منطقة تزوزو البويرة عين الدفلة الشلف غليزان ومعسكر ونختموها كالعداب بأقسى الجنوب خاصة عين أزوى وعين قزام وبرج بجي مختار ب 16 درجة هذه مع الصباح مع الظاهرة إن شاء الله درجة الحرارة مع السميش اللي تكون في الموعد 18 على عدن ب 17 في العاصمة 16 بيوهران 15 بيغردية 22 بيعين صالح كذلك بيتين دوف 27 بأضرار 29 على مقياس نصيبه دائما الحدد مع المالي والنيجر خاصة على ولاية عين قزام وولاية بورج بجي مختار ومالهوغر والتعصيلي ما بين 26 و27 درجة بلا منسوا بسكرة حوالي 16 درجة إن شاء الله مئة ويام ونتظرها خلال الظاهرة لكم جزول للميلاحة والصيد البحر البحر شباب الرياح ضعيفة عشرها 25 كيلومة الساعة الشرقي بعد الأحيان نتيجات مختلفة فيما يخص الرؤية إن شاء الله تكون هيلة من 4 إلى 8 أميال بحرية شروق وغروب السمش دائما على العاصمة وضواحيها أنا بقلق نقول لكم أربي دوم وقصتكم مع برامج الشروق اشتركوا في القناة